اشتركوا في القناة معنى التكاثر هو قدرة الكائن الحي على انتاج افراد جديدة وحكينا النباتات تتكاثر اما تكاثر بذري او تكاثر خضري وحكينا التكاثر البذري بيكون في عندنا نباتات زهرية ونباتات لا زهرية النباتات الزهرية سميت بهذا الاسم لانها تنتج ازهار والعضو المسؤول عن تكاثر فيها هو الزهرة فالزهرة تنتج ثمارا وبداخلها بذور عندنا النباتات اللازهرية العضو المسؤول عن تكاثر فيها هو المخاريط فهي تنتج مخاريط ذكرية ومخاريط انثوية وسميت لازهرية لانها لا تنتج ازهار ومعرات البذور لان بذورها تكون مكشوفة وايضا التكاثر الخضري حكينا في عندنا نوعين احنا درسناهم اللي هم التكاثر بالدرانات والتكاثر بالابصال وحكينا الدرانات مثل البطاطا والابصال مثل البصل والنرجس طبعا هاي مراجعة سريعة جدا لدرسنا الماضي خلينا اليوم نبلش بالدرس الجديد اللي هو تكاثر الحيوانات فاتمنى منكم يا رابع استمروا دائما في المتابعة والمراجعة بشكل مستمر لحتى تثبت المادة اكتر اليوم درسنا يا رابع عن تكاثر الحيوانات ودورات حياتها لو جد سألكم سؤال يا رابع انا عندي بس صغير كتير يا دوب هلأ يعني في مرحلة النمو لساتها بتشرب الحليب من احدى والديها ولساتها ما كبرت بعضها صغيرة ما بتعتمد على نفسها في غذائها طب هاي البسة هل في هاي المرحلة تستطيع التكاثر وانتاج افراد جديدة طبعا لا البسة لما تكبر يكبر نموها تصير بس كبيرة قوية قادرة على الاعتماد على نفسها في البحث عن الغذاء ويكتمل نموها يعني بصير حجمها كبير وقتها تستطيع انتاج افراد جديدة وقتها بسميها انها هي قادرة على التكاثر فاذا ان الحيوانات لما تكون في مرحلة صغيرة من عمرها لم يكتمل نموها فهي لا تستطيع التكاثر الحيوانات عشان تقدر تتكاثر وتنتج افراد جديدة يجب ان يكتمل نموها يجب ان يكتمل نموها والحيوان بس يكتمل نموه يصبح قادر على انتاج افراد جديدة بسميه حيوان بالغ شو بسميه حيوان بالغ يعني حيوان مكتمل النمو حيوان قادر على انتاج افراد جديدة إذن شو هو الحيوان البالغ؟ هو الحيوان مكتمل النمو وينتج أفراد جديدة هلأ لما يصير البس كبيرة قادرة على الاعتماد على نفسها في البحث على غذائها نموها مكتمل وقتها أو حينها تستطيع إنتاج أفراد جديدة فبسميها حيوان بالغ شو معنى حيوان بالغ يا رابع؟ هي حيوان مكتمل النمو وينتج أفراد جديدة واضح يا رابع؟ إذن الحيوان البالغ هو الحيوان المكتمل النمو وينتج أفراد جديدة طيب يا رابع لما وصل الحيوان إلى حيوان بالغ وأنتج أفراد جديدة هلأ بدي أشوف هل صغير الحيوانات يشبهوا آباءهم؟ هل كل صغار الحيوانات تشبه آباءها؟ تعالوا نشوف هالشغلة بالصور شوفوا في هاي الصورة عندماعز شوفوا هاي ماعز صغيرة وعندها هاي ماعز كبيرة الماعز الصغيرة بتشبه آباءها شوفوا لهم نفس الشكل اللي اتنين لهم ذيل اللي اتنين لهم أربع أطراف اللي اتنين لهم يغطي جسمهم الشعر فالتنين بيشبهوا بعض اللي اتنين بيشبهوا بعض الآباء والأبناء فإذن الصغار بتشبه آباءها عندنا في الماعز طب تعالوا نشوف حيوان آخر تعالوا نشوف عندنا القطة شوفوا هاي عنا القطة الكبيرة اللي هي أحد الآباء وهون عنا مجموعة القطة الصغيرة اللي هي الأبناء هل الصغار بيشبهوا آباءهم تعالوا هم نفس الشكل اللي هم نفس الشكل لكن حجمهم مختلف هدول صغار غير مكتملات النمو وهاي حجمها الآباء كبير حجمها كبير مكتمل النمو بالغة فهاي الحيوانات هل صغار القطة تشبه آباءها بالشكل؟ نعم تشبه آباءها بالشكل طيب تعالوا ناخد كمان مثال هلأ عنا المثال التالي الكلب هل صغير الكلب يشبه آباءه؟ تعالوا شوفوا هاي الكلب الصغير وهاي أحد آباءه بيشبهوا بعض ولا ما بيشبهوا بعض؟ طبعا بيشبهوا بعض لكن مختلفين بالحجم إذن يا رابع في عنا حيوانات صغارها بيشبهوا آباءهم يعني اللي صغير بيشبه الحيوان البالغ من نفس النوع يعني كلب صغير بيشبه الكلب الكبير القطة الصغيرة بتشبه القطة الكبيرة الماعز الصغير بيشبه الماعز الكبير طيب هل كل الحيوانات الصغيرة بتشبه آباءها؟ بالأمثل اللي أعطيتكم إياها طب تعالوا أفرجيكم هذا المثال تعالوا نشوف معنا هذا الضفدع شوفوا الضفدع هو صغير كيف كان شكله شوفوا هو صغير كيف كان شكله شوفوا آباءهم كيف شكلهم هل الضفدع الصغير بيشبه آباءه؟ لا شوفوا الضفدع اللي صغير ما إلو أطراف أما الآباء إلو أربع أطراف الضفدع اللي صغير إلو ديل الضفدع الكبير اللي هو الآباء ما إلو ديل إذن مش كل الحيوانات بتشبه صغارها بيشبه آباءهم في عنا حيوانات صغيرة بتشبه آباءها زي الماعز زي القطة زي الكلب أما هيهم الكلب الماعز القطة تشبه آباءها لكن في بعضهم لا يشبه آباءه زي الضفدع أصلا الضفدع الصغير بسميه أبو ذنيبة هل أبو ذنيبة بيشبه أبو؟ لا لا يشبه إذن نعرف يا رابع إنه في عنا حيوانات صغيرة تشبه آباءها زي الماعز والقطة والكلب وعنا حيوانات صغيرة لا تشبه آباءها مثل صغير الضفدع أبو ذنيبة وأبا الضفدع الكبير واضح يا رابع؟ طيب يلا بسرعة يا رابع شو يعني حيوانات بالغة؟ يلا حيوان بالغ يعني حيوان مكتمل النمو قادر على إنتاج أفراد جديدة طيب يا رابع هل جميع صغار الحيوانات تشبه آباءها؟ لا في بعضها يشبه آباءه زي الماعز والقطة والكلب وبعضه لا يشبه آباءه زي الضفدع وصغيره أبو ذنيبة واضح يا رابع لهون؟ طيب خلينا نتفرج مع بعض على هات الفيديو عشان بدي أعرف لما يكون الحيوان صغير لساته بده ينمو بده يكبر عشان يصير حيوان بالغ مكتمل شو رح يصير تغييرات عليه؟ رح أفرجيكم صور لحيوانات صغيرة وحيوانات كبيرة وحكولي شو ممكن يكون يتغير عليها أثناء النمو يلا نتفرج مع بعض شوفوا يا رابع معي هون قطة صغيرة وقطة كبيرة القطة الصغيرة شو اختلفت عن القطة الكبيرة؟ ما اختلفت بإشي غير إنه كان حجمها صغير صار حجمها كبير إذن خلال نمو القطة الصغيرة لتصبح قطة كبيرة بس اختلف عنا الحجم طيب إذن في عنا التغييرات بتصير بالحجم نشوف شو في عنا تغييرات أخرى هون برضو ماعز الماعز الصغير كمان بيشبه كتير الماعز اللي كبير بس اختلف عنا في الحجم واضح يا رابع؟ الآن نشوف الدجاجة شوفوا الدجاجة الصغيرة والديك الكبير أو الدجاجة الكبيرة أنو شو التغييرات الصارت عليه؟ شوفوا كان مثلا ريشه قليل صار ريش لما كبر كثيف صار عنده ريش أكتر كان منقاره صغير وضعيف لما كبر صار منقاره أقوى وأكبر إذن في وطبعا تغيير حجمه إذن في عنا هون تغيير في الريش نمى الريش تغيير في المنقار إنه نمى المنقار طيب خلينا نكمل نشوف شوفي أيضا تغييرات هون حمار صغير وأصبح أيضا حمارا كبير نفس الشكل لكن تغيير في الحجم هون البطة يلا مع بعض شو تغييرت البطة لما كانت صغيرة عن البطة لما كانت كبيرة؟ أول إشي تغيير الريش كان في عنا الريش قليل نمى ريش أكتر المنقار كان ضعيف صار المنقار أقوى طيب بدي أسألكم السؤال لما كان عندنا الضفضع صغير وصار كبير شو كان إلو؟ ما كانش إلو أطراف أقدام لما كبر صار إلو أقدام هون أيضا حصان صغير أصبح حصان كبير خلينا نرجع حلق الصور للضفضع عشان نوضحها أكتر هاي هون الضفضع شو تغيير عليه؟ هون حكيت لكم ما كان إلو أرجل صار إلو أربع أطراف فإذاً عندنا التغير إنه نماله أرجل إذاً في عنا تغيرات حسب الصور وحسب الضفضع اللي شفنا إنه بتغير بنمو أرجل بنمو ريش وبتغير السلوك شو يعني بتغير السلوك يا رابع؟ يعني الماعز وهي صغيرة مثلا كانت تشرب الحليب لما كبرت الآن يا رابع بعد ما عرفنات شو التغيرات اللي بتصير على الكائنات الحية في أثناء النمو اللي هي نمو الأرجل مثل الضفضع ونمو الريش مثل الطيور وتغير السلوك مثل الماعز الصغير والقطة بيشربوا الحليب وهم صغار بس يكبروا بتغير غذائهم خلينا نشوف الآن هاي الصورة اللي هي فيها صورة نسر طبعا بنقدر نشوف التغيرات اللي صارت فيه لما نمو إنه كان مثلا ريشه خفيف صار ريشه كثيف كان منقاره صغير صار منقاره كبير هاي المنقار كان الضعيف صار منقاره كبير والريش واضح معنا طيب بدي أسألكم سؤال الطيور لما تكون صغيرة الطيور لما بدأت تضع بيضها بش بتشوفوها بتبني عش وبتحط البيض وبتركض على هذا البيض يعني بتقعد على هذا البيض وبتدفيه بس يفقس البيض بتروح بتجيب غذاء لصغارها وبس يكبر شوي صغارها بتعلمهم الطيران بس يتعلموا الطيران بتعلمهم كيف يبحثوا عن غذائهم هل هذا اهتمام ورعاية من الآباء الطيور إلى أبنائهم؟ نعم إذن الطيور يا رابع بتهتم بأبنائها بترعاهم بتوفر لهم الدفئ لما رغدت على البيض بتوفر لهم المأوى لما بنات لهم العشب بتوفر لهم الغذاء لما جابت طعمتهم بتوفر لهم الحماية لما إنها بتضلها معهم وتابعهم ما بتخلي أي حيوان آخر يؤذيهم فإذن الطيور تعتني بصغارها كيف بتعتني بصغارها؟ بتوفر لهم أربع أشياء أساسية اللي هي الغذاء المأوى الدفئ الحماية شو بتوفر لهم؟ دفئ وحماية وغذاء ومأوى مرة أخرى دفئ حماية غذاء ومأوى إذن الطيور يا رابع تهتم بصغارها لكن السؤال الآن بتراود لإلنا هل جميع الحيوانات تهتم بصغارها يا رابع؟ الجواب طبعا هو لا في عنا بعض الزواحف مثل السلاحف بتروح بتشوف مكان عند الرمل وبتحفر فيه بتحط فيه البيض وبتدفن هذا البيض وصغارها بس يفقسوا من هذا البيض فقط بيخرجوا من هذا البيض وببلشوا في هذه الحياة بيتعلموا كيف يحصلوا على الغذاء كيف يمشوا كيف يعيشوا لحالهم ما في عندهم الأهل آباءهم هم اللي علموهم زي الطيور بيعجبوا لهم الغذاء بوفروا لهم الدفئ والمأوى والحماية لا الزواحف لحالها بتبلش حياتها ما في إلها آباء يعتنوا فيها إذن صغار الحيوانات بعضهم يعتني بهم آباءهم يعتنون بهم مثل الطيور وبعضهم آباءهم لا يعتنون بهم مثل الزواحف هذا كان درسنا أو جزء من درسنا لليوم بتمنى إنكم تراجعوا مني يا رابع وتحفظوه وأنا جاهزة لأي سؤال وبتمنى منكم في الحصة القادمة تكونوا راجعتوا جميع الدروس السابقة ويعطيكم العافية